السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المواقع اللي هنتكلم في النهاردة هي المواقع بتساعدك على ان انت بتعمل المشروع بتاعك. ممكن تكون عندك فكرة ومحتاج الدراسة معينة. يعني على سبيل المثال هنا مثلا لو انت عايز هيرو كونتاك. عايز هيدلاين. عايز بتدور على الاسم برودك. كل الحاجات دي هو بيقدر يجيب لك افكار. يمتاج لك افكار. طب بس بيسألك بعض الاسائمين مثلا. تمام يعني بيسألك المشروع بتاعك عبارة عن ايه. تمام. مثلا ايه التخاصص بتاعك. مثلا تمام. وبس بتقول له اعمل لي الافكار ديت. وبتقول له وجد الافكار فهو بيبدأ ينتاج لك الافكار ديت. طيب تعال نشوف موقع تاني اسمه فردية اي اي. دلوقتي انت عندك الفكرة. وعايز تتأكد من الجودة بتاعتي. مثلا عندك فكرة بتكف شوب. فبتقول له وجد لي الفيدباك عن الفكرة دي. فهو بيقول لك الفكرة دي. ايه المزايا اللي فيها. وايه العيوب اللي فيها. هو ممكن يجيب لك شوية امثلة. تقدر تسفيد منها. تمام بيقول لك كم حاجة. اللوكيشن والكوست وغلا الحاجات دي كلها. فبيفتح الانظار واحد على الافكار. ممكن تقول له ببادل شوية امثلة. طيب فيه برضو موقع تاني بتديله الفكرة اللي عندك. بالشكل دوت وتقول له ناكست. هو بيقول لك اكستيماند طيب. وبعد كده هوا اعمل لك تقرير بايه الدراس الجدوى. تمام ودي الفكرة ان يعني. الملكاتب بتاع دراس الجدوى تخاف. لان اذا كان اللي سماعي. داخل بقوة في النقطة ديت. تمام وعمل لك دراس الجدوى. طيب هنا بقى المبعى اللي جاء كلها حاجات خاصة باليوزر ريسيرش. هعمل لك شوية ابحاث كده عن الافكار بتاعتك. تمام. الميزة ان هو لمدة 30 يوم من جيني وبعد كده تبدأ لما انت عايز كبير. طمع من 30 يوم كفاءة بالنسبة لنا. اصنع هوا تبدأ تقول له المشاكل اللي عندك هو يوجد لك حلول لها. كانك داخل على الشعاد جي بيتي لكنه بيكون مخصص. تقدر تقول له يعني لما تجيبني على السؤال ده مسلا العمر وقب دي ايه الشلح المستهدفة وده حاجات دي كلها. عشان يديك اجابة مخصصة ليك. تمام. طيب تعالى نشوف موقع تاني بردو خاص بيه. اليوزر ريسيرش فبتدله الايمين بتاعك هو يبدأ يعمل لك دراسة للمشروع بتاعك اي نوات القوة واي نوات الضعف اللي موجودة فيه بالشكل دوت تمام وتقدر تعمل حساب مجاني تقدر ترفع الدياتة بتاعتك او تعمل يود كومنت وتبدأ تكتب اسم المشروع بتاعك ولكم مثلا هنعمل مشروع فراخ طيب ممكن اقول له من خلال الذكاء الصناعي تمام عمل لي تحليل فبيقول لي تاجز اللي انت عايزها النيتس الاحتياجات والفيرس والبينجوينت والدزاير تمام بيعمل لك تحليل بحسب النوع المشروع اللي انت عامله كل ما تدي له معلومات اكتر كل ما يديك تحليل اضاق قص بك انت في موقع تاني برضو بيستهم بالشات جي بي تي انه هو يعمل لك ابحاث خاصة بالمنتج بتاعك بتدي له المنتج ويبدأ يديك دراسات لالبحاث بتاعتك زي برضو يوزر دوكمنتس ده برضو بيديك الدراسة لأي هل انت عايز اي مشروع انت عايز تبدأ فيه فبيعمل لك دراسات جدوى الموقع دي متخصصة وهتفيدك كتير جدا هتوفر لك وقت وفلوس كتيرة وتقول لك ايه المزايا والعيوب لو انت عايز تعمل المشروع خاص بيك انت بس بتدي له الافكار الرئاسية وكأن حد الشغل في المشروع دي سمين طوال فبيديك الخلاصة بتاعته برضو الموقع دوت بيوفر لك وقت كتير قوي بيديك فيد باك على الافكار اللي انت عايزها وتقدر بعد تدل فكرة ويديك الرد بتاعها تقول له طب لو عملت كذا احس المزايا لحد ما توصل ان انت بتتجنب نقط الضعف في المشروع وكذلك برضو الموقع دوت بيديك برضو يعني يوزر تسيرش على اي فكرة انت عايزها واي مشروع تعايز بالقرابة اصحى الفيديو ويا ريت تقول لنا رأيكو في الموقع ديت وايه اللعبة